اشتركوا في القناة البخاري مازلنا مع كتاب الجنائز وباب الدفن بالليل باب الدفن بالليل قال ودفن أبو بكر ليلا والحق أنه دفن أبو بكر ليلا ودفن عمر ليلا ودفنت فاطمة رضي الله عنه رضاها ليلا كما فعل علي بن أبي طالب معها الله رضاك أحسن الله عليك أرفع الله مقامك قال المصنف الحمد لله حدثنا عطمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من اثقات الاسباترة وله الجماعة لم يزبط عنه ما قل فيه أنه لم يحفظه القرآن قال حدثنا جليل هنا هو عبد الحميد الضبي من أثقات الاسبات روى له الجماعة قال عن الشيباني عن الشعب الشعب عام المشرحي من أثقات الاسبات عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن بليلة قام هو أصحاب وكان سأل عنه فقال من هذا فقال فلان دفن البرحة فصلوا عليه يعني هو لما مر على القبر وقال له هدوفنا أمس أو البالحة فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعبد الله أربعة من السبات المكهرين عن نبي الأمين قد ورد أن الصديق يعني هدوفنا الصديق لا يلم فأخرج ابن أبي شيبة عن القصم من محمد ثم وروا عن ابن السباق أن عمر دفن أبي بكر نعم يكون لم يكتمل ما يكون قد اكتمل الغسل لابد أن يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالطراب على الخلاف المشروع من العلماء أن تكون الطراب واحدة ملاسقة للسبع أمية واحدة مستقلة والحق أنها واحدة مستقلة لابد لا تستتم التهار إلا بذلك فعن الخلاف الملكية على مناك الملكية نعم وحديث أبي بكر خراجه ابن أبي شيبة نعم وعن ابن السباق أيضا أن عمر دفن أبي بكر ليلا ثم دخل المسجد فأوتر ثم راه كذلك عن عقبة وعيشة وحديث ابن عباس سلف في الإذن بالجنسة أحكام الباب هنا في هذا الباب ويقول الدفن ليلا أنه بيّن بهذا الحديث الحكم عليكم السلام تأخرتي دروس ثلاثة عبدية الله أما حكم الباب فالدفن جائز ليلا ونهارا من غير كراها وهو ماذا بالعلماء كفة إلا الحسن البصري فإنه قال بالكراها وكذا القتادة قال بالكراها في الدفن ليلا والصحيح الواجه في هذا الباب يكون وسائل المسجد أيضا كما ذكر ابن حاسم يقول في الليل في الليل قد ورد النهي عنه وسلم في الغسل أو الدفن الليل الحق أن النهي الذي ورد عنه وسلم في الدفن العلم معللا بأنهم لم يحسنوا لا يحسنون الغسل ولا التكفين وإصراع الدفن أيضا في الليل فلا يستطيعون الدفن يعني إكرام الميت لا يكون في الباب الليل لكن لو أتموا الغسل والتكفين وأتموا الدفن فلاهم ذلك لأن النبي السلام على المرة التي كانت تقوم المسجد وماتت ليلا وأحسنوا كفنها وغسلها ودفنها قال من السلام قد دلوني على قبرها ثم صلى عليهم بالنسبة لعضة الكلب يغسل الموضع نعم الموضع فقط يغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب يكون الأولى بالتراب ثم يأتي على سبع غسلات بالماء ونحن قلنا بأنه يعني الحسن البصري كاله وقت هذا أيضا كما رواه بن أبي شهيب وصعب بن سيب رواه بن حزم أيضا وكذا الدرمي من أصحابنا من أصحاب الشفعية على مسألة الدافت ليلا في هذا الباب وقد قلنا بأن الخلفاء الأربع دفنوا ليلا سواء علي بن أبي طالب تفضلي تفضلي عبدية الله هاتفة والدرورة تحتار الخلفاء الأربع دفنوا ليلا أبو أكد دفن ليلا عمر دفن ليلا عثمان دفن ليلا لكن علي بن أبي طالب هو الذي خالف بتعريك هو أبو صحاق النبي سلمان الشيبان المنتاز جزيكم الله خير والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا كما رواها وداود صحاب الحاكم من حجي جابر لم ينكر على من دفن ليلا في صنع داود في الدفن ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا أقر ذلك المرأة لكي تقوم المسجد والنف والدفن نهارا هو الأفضل لما لأنه كما قلنا سيحسن ويلي إحسان في التغسير والتكفين وأيضا في الدفن وحجي جابر في مسلم زجر النبي أن يقوى الرجل بالليل إلا أن يضطر إلى ذلك قلنا هذا الحديث الذي ورد فيه النهي جاء للتعليل وهو عدم الإحسان طيب طيب أرسلوها أرسلوها وأنا سأجيبها إن شاء الله فعدم بعد درس إن شاء الله أقول فالتكفين والغسل ليلا هو أنه السلام لما نهى نهى بأنه لن يحسن إلى الميت لا غسلا ولا كفنا ولا أيضا دفنا في الليل وللتحول الحديث بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن ليلا فقال الطحول يجوز أن يكون نهى عن ذلك ليس متقرية بالدفن ليلا لأنه أراد أن يصلي على جميع الموتى في المدينة لما فيهم من ذلك من الفضل نعم حتى لا يضيع ويفوت من دفن ليلا يفوت على الناس أن يصلوا عليه وأيضا حتى لا يحسن كفنه وغسله ولذلك الحسن قال سيأتي قوم يسيئون أكفانا موتاهم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبسوا الضياط فأنهم الخير سيئبكم وكفنوا فيه موتاكم للإحسان في كفن الميت وقد ورد حديث فيه ضعف بادلوا بموتاكم ملائكة النهار فأنهم أرأف من ملائكة الليل وهذا حديث ضعيف لم يصح لا هذا استأنس به من قال أن النهار أفضل لكن النهار أفضل لتجميع الناس والنهار أفضل أيضا ولذلك قال ابن المنزل أجاز أكثر على ماء الدفن ليلا وهذا القول هو القول جمهير الفقهاء وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وكذا عطمان وعائشة فاطمة من مسعود أبراهيم النخي قال ابن شهين وهذا دل على نسخ الأبو ودفن الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا كما أخرجه أبو داود بإسناد جيد ورخص في ذلك عقب بن عامل وعطاء وهو قول الزهري فقال ما الدفن بالليل إلا كالدفن بالنهار وقد دفن شرح ابن هولين والحق كنا الخلفاء الأربع دفنوا ليلا سوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نعم وعلي بن عمر رضي الله عنه قال من مات عشية فلا يبيتن إلا في قبر من بات عشية فلا يبيتن إلا في قبر على أساس أن إكرام الميت الإسراء بدفنه لكن كما قلنا إن أحسن إن أحسن الغسل وأحسن الكفن واستطاع الدفن في الليل لأنه بتاعا ليس كما نحل فيه في هذا العصر الأنوار وغير ذلك هناك ما كان هناك أنوار يستطيعون بها حسن الدفن ورطع في القبر لذلك جاء النهي عن الدفن ليلا الفؤاد المستمبطرة من هذا الباب جواز الدفن ليلا إن كان الإحسان للميت إن كان الإحسان للميت جواز الصلاة على القبر تفقد الولي الرعية تفقد الولي الرعية سواء في الحياة أو في الممات لأن النفع به يكون ظاهرا طيب لو فيها سيئة جمعوا الأسئلة كنت تحت الأمر راجعي ماذا أفعل إذا ظلمت شخصاً ولم يسامحني أكسر الله من الدعاء وحاول أن تتصدق عنه وحاول أن تأتي إلى المجالس التي أسأت إليه فيها فتغضق السناء عليه وقد كان اذهب إلى حاجتي فسدها فاخضها فهذا من أفضل ما يكون يعني رداً للمظام السائلة تقول نظرت إذا شفظ ولدي أن تعمل طعاماً وتعزم جارتها وشف ولدها وراحت من بيتها وتجد صعوبة أن تعزمها وتصل لهن كلهن فماذا تفعل تبعث في المكان الذي فيهن بمال وتوكل إحداهن أن تقيم مأدوبة على ذلك شف الجيسورية لا استطيع الخوش أنا أجبت عن هذا السؤال هل يجوز الجيسورية مع الجيش التوري يعني الكلام هذا ما يصح بهذه الطريقة هناك مكة أو أدرى بشعبها أنا لست هناك ولا أعلم في هذا الباب ولا السؤال هذا يعني عندما يصال الإمام في الحرب لكن هذا الرجل كافر صغير العلوي هذا عوض بالله من الله ينتقل من رفضي خبيث أسيا تقول عندما يصال الإمام في الحرام على الميت والطفل نحن نصال معه هل لنا أيضا حجم جبل نعم في كل ميت يعني ولو يصلي على العشرة فلك لك بعشر جبال في هذا الباب ولو هي صلاة وحدة كأنها عشر صلاوات تقبل الله حتى في وقتنا حاليا لشنا الدفن نهلا أفضل نعم صحيحة نعم هذا صحيحة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أن أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم